اشتركوا في القناة لتوجيهات جلالته بتقديم المساعدات الإنسانية لجمهورية لبنان جراء الكارثة التي أصابت بيروت وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في خطاب سموه المرسل إلى السفير اللبناني لدى مملكة البحرين إنه لمن دواعي السرور أننا تلقينا رسائل الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه من الأشقاء أبناء الجالية اللبنانية في مملكة الوحرين وذلك على إثر التوجيه السامي لجلالته بتقديم المساعدات اللازمة للشعب اللبناني الشقيق وذلك من أجل تخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية في ظل ظروف الراهنة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق والتي عبر فيها جلالته عن إيمان مملكة البحرين بواجبها العروبي إذا أشقائها وأضاف سموه لقد عبر جلالته عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين البحريني واللبناني والتي تعود بتاريخها إلى عقود مضت وتشمل كافة المجالات لافتا جلالته إلى أن تقديم يد العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق خلال المحنة التي ألمت به جراء الكارثة التي أصابت العاصمة بيروت أمر تفرضه الأخوة والإنسانية وختم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرسالة قائلا نؤكد لكم شكرا وتقدير جلالة الملك المفدى على هذه المشاعر النبيلة والجهود المقدرة التي تبذلونها في تعزيز العلاقات الثنائية والتي كان لها كبير الأثر في تقدم مسار العلاقات المشتركة على جميع المستويات وننقل لكم دعوات جلالته الصادقة بأن يحفظكم الله ويرعاكم ويمتعكم بصحة والعافية وننقل من خلالكم أحر التعازي والصادق المواساة إلى الشعب اللبناني الشقيق سألنا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يجنب بلدكم الشقيق كل مكروح ترجمة نانسي قنقر